أرسل دجال أبناءه الثلاثة إلى قرية عرفت بثراء أهلها وطيبتهم فعرفوا الكثير عن أحوال أهل القرية ومشاكلهم وأمنياتهم وبعد ثلاثة أشهر عادوا إلى والدهم وأخبروه بكل ما عرفوا فذهب الأب الدجال إلى القرية وأخبر أهلها بأنه يعلم الطالع والمستقبل وأخذ يخبرهم بكل ما عرفه من أبنائه فتعجبوا من حسن توقعه وأعطوه ثقتهم وتسابقوا في ضيافته فدخل كل بيوت أهل القرية إلا بيت الشيخ عبد الرحمن إمام المسجد الذي كان يحذر أهل قريته بعد كل صلاة من هذا الدجال ويذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد إلا أن أهل القرية استمروا في تصديق الدجال الذي اتخذ عبد الرحمن عدوا له وفي أحد الأيام مارض أحد أبناء عبد الرحمن فاستغلها الدجال فرصة للتقرب من الشيخ فذهب إلى داره وكثير من أبناء القرية بالدار يطمئنون على ابن الشيخ وعندما طرق الدجال الباب وفتح له أحد أبناء الشيخ قال له الدجال قل لأبيك جاء من يتنبأ بالمستقبل ليبوح لك بما رآه فقال الشيخ لأبنائه أدخلوه ثم قيدوه بالحبال واتركوه بلا ماء أو طعام فلو كان يعلم الغيب ويرى المستقبل ما جاء برجليه إلى هنا وبالفعل نخل الدجال وتم تقييده وإبلاغ الشرطة عنه وكانت المفاجأة لأهل القرية عندما اعترف الدجال بأن أولاده الثلاثة وسماهم بأسمائهم هم من أخبروه بكل أحوال أهل القرية وأمنياتهم وقد جاء بعدما حفظ أسماء كل من لهم أحلام وطلبات وأخبرهم بها ربح الكثير من الأموال شعر أهل القرية بالخجل من أنفسهم وتأكدوا أن هذا الدجال لو كان يعلم المستقبل ما دخل بيت الشيخ وتمت إهانته فاستغفروا الله وتابوا إليه واعتذروا للشيخ عبد الرحمن الذي أراد القضاء على منابع الجهل حتى لا تصبح رموزا تقدس وتبدل في مجتمعاتنا واتبعوا ما تثل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة